اشتركوا في القناة نهاركم سعيد بالفعل حديث الساعة الآن هو توجه البنوك المركزية في العالم مع القفزة الكبيرة في معدلات التضخم في الدول العظمى ومخاوف أيضا شبه مؤكدة من ارتفاع التضخم في الدول الأخرى حول العالم يوم أمشهدنا ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مشتوى منذ نحو 40 عاما عند 7% في أوروبا في بريطانيا التضخم فوق 5% وهذا يظهر لنا حقيقة بأن الاقتصاد العالمي يتوجه إلى معضلة جديدة في حال أبطأت البنوك المركزية التعامل مع ذلك وهي أزمة جديدة نستطيع أن نسميها أزمة التضخم والتي بدأنا بالفعل نحس بها من حولنا بشكل أو بآخر على شكل ارتفاع بالأسعار عندما ترتفع معدلات التضخم بشكل متسارع تتوجه البنوك المركزية لتجديد السياسة النقدية وبالفعل بدأ بنك إنجلدرا المركزي برفع الفائدة بشكل مفاجئ الشهر الماضي ديسمبر وهناك الآن توقعات بأن يقوم بنك إنجلدرا بمزيد من الرفع بالفائدة بالنسبة للفدرال الأمريكي ضاعف تقليص مشترياته للأصول وأيضا يتوجه على الأرجح لبدء رفع الفائدة الأشهر القليلة المقبلة بل قد يرفع الفائدة ثلاثة أو حتى أربع مرات هذه السنة للحد من الارتفاعات الكبيرة في التضخم بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي رغم إنه من المتوقع أن يتأخر نوعا ما برفع الفائدة لكن أيضا يقوم حاليا بتقليص برامج شراء الأصول والبرامج الطارئة الأخرى ومن المتوقع أيضا أن ينهي هذه البرامج خلال الشهرين القادمين بالتالي نرى أن البنوك المركزية الرئيسية في العالم تتوجه لتشديد السياسة النقدية للحد من مخاطر ارتفاع التضخم لأن ارتفاع التضخم إن استمر لفترة طويلة أو عدة أشهر ربما نكون على أعتاب أزمة اقتصادية جديدة لا قدر الله في ارتفاع التضخم يجب التعامل معهم وهنا أريد أن أشير إلى ملاحظة مهمة بالفيدرال الأمريكي اعتدنا أن يكون الفيدرال الأمريكي منذ ثمانينات القرن الماضي أن يكون يستبق أحداث وارتفاعات التضخم لكن هذه المرة أصبح متأخرا وهو تابع لارتفاع التضخم وقد يكون الضعف الاقتصادي العالمي هو من أجبر على ذلك وبالتالي يجب أن نرى أو من المرجع أن نرى خطى متسارعة نحو رفع الفائدة بالفيدرال الأمريكي خلال هذه السنة 2022 نعم جيد ساركيس تعالنا أن نعرض على نتائج البنوك في البنوك الأمريكية وهي تعطي مؤشرات كبيرة بطبيعة الحال ما هو المتوقع وغدا نحن على موعد مع جزء منها بالفعل كما تفضلت يوم غدا نحن ننتظر صدور نتائج أعمال أحد أكبر الشركات المصرفية في الولايات المتحدة جي في مورغان سيتي جروب والسفارغو كلها سوف تقدم لنا نتائج أعمالها عن الربع الرابع وعن العام 2021 الماضي والذي كان بشكل عام نوعا ما نستطيع أن نقول أنه جيد للقطاع المصرفي الأمريكي وكانت نتائج الأعمال في كل ربع سنة أفضل مما كان متوقع يعني كان المحللون يتوقعون نتائج أعمال وربحية سهم لكن كانت البنوك تأتي بنتائج أفضل من التوقعات بالنسبة لهذه السنة مع توجه البنوك المركزية لرفع الفائدة فقد يشهد القطاع المصرفي في الحقيقة انتعاشة جديدة فرفع الفائدة في البنوك المركزية سيسمح لشركات القطاع المصرفي والبنوك للاستفادة أكثر من الهامش ما بين فوائد الإقراض وفوائد الإيداع لأنه العوائد أو خلينا نحكي القروض طويلة الأجل تتأثر بشكل أبطأ من القروض قصيرة للأمد وبالتالي سوف تكون أمام البنوك فرصة أفضل خلال هذه السنة لزيادة العوائد مع رفع الفوائد في البنوك المركزية كنا نتحدث عن الولايات المتحدة بالفدرال الأمريكي وهذا ما يعطيني تفاؤل تجاه القطاع المصرفي وكذلك أسهم القطاع المصرفي طبعا ما لم تحصل أي متغيرات جديدة قد تغير هذه النظرة المتوقعة بالنسبة لكبرى الشركات المصرفية الأمريكية سوف نعرض أخيرا على الدولار الذي يشهد تراجعاته الأدنى في شهرين ما هي دلالات ذلك وتأثيراتها على النفط أيضا وانت تعلم أن سعر الدولار واحد من العوامل المؤثرة في أسعار النفط بالتأكيد ارتفعت أسعار النفط مراطقة لأنخفاض الدولار الأمريكي بالنسبة للدولار الأمريكي بداية تم تسعير رفع الفائدة بالفدرال الأمريكي وكذلك تقليص برامل شراء الأصول من ناحية أخرى كان خطاب أو شهادة رئيس البنك الاحتياط للفدرال الأمريكي جيرون باول أقل تشددا مما كانت تعتقد الأسواق ومن ناحية أخرى ليس فقط الفدرال الأمريكي سيرفع الفائدة أو يشدد السياسة النقدية بل البنوك المركزية الأخرى ستفعل ذلك فنحن حاليا في مرحلة إعادة تسعير قيام بنوك مركزية أخرى غير الفدرال الأمريكي لرفع الفائدة وتشجيد السياسة النقدية وهذا ما يضعف الدولار أساسا خصوصا مع توقف ارتفاع عوائد السندات الأمريكية الذي شهدناه هذا الأسبوع أما بالنسبة للنطل الذي تأثر إيجابا كأحد العوامل المؤثرة فيه وهو الدولار الأمريكي لكن أيضا بالنسبة لأسعار النطل هي أيضا متأثرة وبقوة بتوقعات انخفاض الانتاج من منظمة أوبيك والحلفاء فخلال هذه السنة مترافقا مع توقعات أيضا عودة الطلب العالمي مع نهاية هذه السنة لمستويات أعلى من مستويات ما قبل الجائحة وهذا كله يصب حاليا في صالح النفط رغم انخفاضه الطفيف هذا اليوم لكن بشكل عام الاتجاهات الصاعدة من المرجحة تستمر على المدى المتوسط والطويل ما لم نشهد متغيرات تغير هذه التوقعات أشكرك محدثي وضيفي من عمان سركيس نزار وأنت محلل الأسواق العالمية في إيكويتي جروب شكرا جزيلا لك